فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ضم كل ما كان من أمر الجاهلية وهو المطلوب نعم يقرر هذه القاعدة رحمه الله أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم منهي عنه وكونه يقول هذا جاهلية هذا دليل على أنه متقرر عند أصحابه أن ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم وإن لم يقل لهم هذا مذموم يكفي قوله هذا من أمور الجاهلية المترجم للقناة